إذن من حيفة ويافة والساحل الفلسطيني الغني بالبيارات والذي ينتج الخضروات الذي يصدر للعالم أسكى وأطيب الطعمات في هذا الصباح نذهب للصيف وفواكهة الصيف لنتحدث عن عالم واسع من الأطعمة اللذيذة لكن في هذا الصباح ما هي القواعد والأساسية في تناول الفواكه وأيضا ما هي الفواكهة الكاملة فيها الإجابة لدى ضيفتي في الاستوديو خصائية التغذية ياسمين عثمان أهلا وسهلا فيك ساعة كل أوقاتك أهلا وسهلا صباح الخير إليك ميسا ولا جميعا مستمعين كيف علاقتك مع الفواكهة؟ الحمد لله إحنا عندنا الفاكهة إشي كتير أساسي في البيت يعني أنا دائما بقول بيتنا مهرجان ألوان بالفاكهة وبتشعر بالسعادة لما بتاكل فواكهة أنا بقول لهم أداية بيكون في فواكهة في البيت أداية بيكون حاسة أن البيت مليان هي فاكهة بكل موسم إله وفواكه سبحان الله هي عن جد ربنا لما أحط الفاكهة بمواسم معينة إنها تكون موجودة بكمية أكتر من غيرها أعرف إنه هاي الفاكهة فيها سر لهذا الموسم ويمكن منهم نقدر ننطلق لموضوع إنه فاكهة الصيف بتعكس كتير مؤشرات صحية وبقدر أقول هي إشارات ربانية للإنسان إنه تناول منها عشان صحتك طب يلا نبدأ إذن بنتعرف على أسرار فواكهة الصيف طبعا فاكهة الصيف بقدر أقول إنها هي أولا الحمد لله بفلسطين عنا تشكيل كبيرة وزي ما ذكرت في البداية إحنا مصدرين إلها وهذا الشيء بيخلينا نفتخر بمنتجاتنا المحلية من حديقة المنزل ممكن تكون قطوف العنب ممكن تكون حبات الخوخ ممكن تكون المشمش بنلاقي سبحان الله إحنا إلا علاقة وطيدة مع الشجر ومع الفاكهة ومنحب نزرع منحب نزرع فيمكن هلا كتير إحنا نلاقي الناس المائدة مليئة بالتين وبالصبر وبالعنب هذو ثلاث فواكه والبطيخ طبعا نلاقيها هي ملكة فواكه الصيف بجدارة العنب هاي القطوف المتدلي اللي بتحسيها عن جد تعطينا شعور مع الأرض شعور ذكريات طفولة وكل هاي الأمور دوما تحت الدالية قاعدين تحت الدالية وكاست الشاي وهاي الأمور كلها فالعنب فعلا مفيد جدا للجسم حتى بقولك من مؤشراته الحلوية أنه إحنا نعرف عنها أنه تناول العنب بكميات منيحة بالصيف بتحميك من التثليج في الشتاء اللي بعانوا من تثليج الأصابع والأجرين أديهم أجريهم كتير بحماهم من هذه الأعراض كمان الفاكهات العنب مصدر جيد لسكر بطيل امتصاص فيه فرق بالعنب لما يكون بدايته ونهاية الموسم نلاقي حالاته بزيادة هون يمكن محاذير والسلبيات اللي إحنا ما نتناولها بكمية كبيرة هذا بالنسبة للعنب طبعا فيه مضادات أكسدة فيه ألوان بختلف اللون الغامع عن اللون الأخضر عن الأحمر يعني الأحمر الغامع كلما كان غامع أكتر كان فيه نسبة لايكوبين كتير مميزة مضادات أكسدة أكتر فيه عنا كمان البطيخ البطيخ كتير نسبة الماء فيه تقريبا 92% هو صديق العطش يعني إذا إنسان بعاني من العطش أو شعر بألام بالخواصر نتيجة أنه الرمل وقلت لي حالة الجفاف فعليه؟ عليه بالبطيخ البطيخ كتير أولا لذيذ سعرات حرارية قليلة وبعطينا كتير عناصر غذائية داعمة للجسم والنشاط الناس اللي بيعانوا من الكسل في الصيف اللون البطيخ الأحمر وطعمه اللذيذ وانتعاشته الباردة لما نأخذه من التلاجة هتولي حالهم كفيلات بأنه أعطاءه طاقة إيجابية حتى بالقعدة بتلاقي الناس سارو يضحقوا بعد ما يأكلوا البطيخ لأنه فعلا أعطى الانتعاشة الصيف المطلوبة بأعدات الصيف حتى كمان أنا عم بلاحظ أنه يمكن أن نلاقيه على طاولة الفطور أو على طاولة العشاء يعني في كتير ناس بحس أنه بيكون هذا طبقهم الأساسي بدل الغداء يعني في ناس كتير من الحالات اللي بيجوا عندنا بيقولوا لأنا بحب أكل بطيخ وجبني بالعكس يعني وجبة كتير متوازنة ومنيحة بس ما نكتر من الجبن لأنه سعراتها كتير مع البطيخ تكون وجبة حمية كتير ممتازة عادة عن ذلك بنقدر نقول أن الأطفال بحبه والصغار اللي ما بيشرب مي كتير فعلا هو بديل جيد يمكن أن يكون بديل جيد في ناس بكره المي عفوان فبنلاقي البطيخ بديل لكو بالماء التين عندنا له مهرجنات يعني وقيمته عندنا هي كمان الصورة طلعت وإحنا نحكي عن التين فأدي التين اليوم بيعطينا قيمة غذائية الآن زمان كانوا يقولوا في وقت التين ما في عجين هذا الخوض يعني هي تفسيرها بشغلتين في ناس بيقولوا أن الحجات زمان كانوا من الصبح يصحوا لما يلقتوا التين لبن التين بيأثر على الخميرة فما بيخلي العجينة تخمر عشان هيك كانوا يقولوا وقت التين ما في عجين وفي ناس بيقولك لا الحجات إنه إحنا وقت التين خلاص بتلاقي الصبح سلت التين لولاد الصغر راحوا لقطوها وجابوا على البيت وأكلوا كمية وهو مشبه وشعروا بالشبع شعروا فبتلاقي حتى الطبيخ ما بمشي يوم التين كمية الكبيرة فشجرة التين عريقة وذكرت في القرآن وإلها هيك سبحان الله كأنها مع شجرة الزيتون بتحكي فبنلاقي شجرة التين عريقة بيحة فوائدها كمان حبت التين بشكلها حتى أنها توصف بأنها ثمرة من تيمار الجنة وربنا ذكرها في القرآن والتين والزيتون والتين والزيتون في ناس بيقولك التين والزيتون لأنها من أرض فلسطين إجمالا بقدر أقول حبت التين مصدر عالي للبوتاسيون كتير منيح لمرضة ضغط الدكسترين الموجود فيه بتمشي الأمعاء للناس اللي بعانوا بالإمساك خاصة بالصف نتيجة قلة السوائل بتلاقي الإمساك شائع فلما ناكل بطيخ ولمنا ناكل تين هدول توأم كتير مفيد لحركة الأمعاء حتى الألياف العالية الموجودة في حبة التين لا إلا ما نفتحها بنلاقي جواتها الحبيبات هاي كلها مصادر للألياف الداعمة حتى أنها تدخل في مكونات أدوية الإمساك فبجدارة بقدر أقول كل التين بثقة مصدر جيد كتير لكتير من العناصر الغذائية وبرضو قليل السعرات يعني للناس اللي بتكون عاملة الحمية الغذائية لنفسها قدتوا صحيح في كميات من هذا الشيء هلأ كل حبة التين تقريبا المتوسطة الحجم تعطينا تقريبا 47 سعر حرارة فإحنا لما في 27 إلى 47 يعني هيك تقريبا حسب الحجم فهي بالعكس مش شيء ضد الحمية إحنا لما نأكل باعتدال منها أخذنا حاجتنا أعطتنا شعور بالشبع وقيمة غذائية جيدة كتير حتى الفيتامينات اللي فيها بقول لك يا وصفة كيلو بترة لجمال البشرة لأنه فيها عناصر كتير مهمة من فيتامين A وفيتامين E والليكوبين فهي كتير مفيدة لجسمنا يعني فعليا مخرجنا عم بقول أنه في عنده تينة باب البيت فهو فخور في نفسه أنه بيأكل تينة كل يوم أول ما بيتخرج من البيت أول ما بيرجع وهيك منقوله أنه الريف الفلسطيني دوما غني يعني منشوف عندهم شجر التين الأساسي في وسط البيت وكمان منشوف الصبر والصبر هو كمان من فواكهة الصيف بخبرنا عن أسراره هلا الصبر تين شوكي إحنا بنقوله الصبر فاكهة كتير عجيبة من قسمها ليش سموها صبر لأنها بتتحمل هي موجودة جوا شوك بتتحمل الشوب ومنطلع من هذا الشوك إش كتير زاكي وطعم كتير غريب فعنجد يعني فاكهة الصبر من الفواكه اللي يعني حلو تكون عمائدة الصيف بس بدنا نكون في محاذير هون أنه الحبوب اللي جواتها صعبة الهضم هي منيحة كتير لحالات الإمساك بس كل شيء بزيد عن حده بنقلب ضده هاي الحبوب اللي موجودة في حبة الصبر رح تتحول لإمساك شديد إذا أكلنا عشر حبات أو خمستاشر حبات حتى إنه حالي إجت على المستشفى مرة انسداد في الأمعاء فما نتناول كميات كبيرة منه حتين ثلاثة كتير مفيدة للجسم وكتير منيحة للحركة الدودية لكن ما نزيد منها لكن ما نزيد من الكمية طبعا السكر اللي فيها خفيف مش كتير عالي فمناسبة لمرضى السكري بكميات معتدة يعني إحنا هون حكنا عن الفواكه الكتير مميزة وعنجد الكتير موسمية بطيخ وتين وصبر وأكيد ما مننسى أنه في عنا الدرجاء والمشمش والمنغا وكمان تفاح الصيف اللذيذة فهدول هيك بطريقة كتير مبسطة شو بتحكي لنا عنهم؟ بقدر أقول أنه خلي دائما عندكم فاكهها خلوها حطوها طريقة حلوة في البيت خليها تعطي إضاءات سيشموع ما بنا نحط شمع احنا بنا نحط فاكهة في البيت بشكل مرتب الأطفال لما يكونوا في البيت ينقرشوا بالناس شبس بالناس شوكولاتة خليوا منقرشوا يتعودوا على الفاكهة كل ما تعودوا على الطعام وتناولوا كل ما طلبوا أكتر فأنت أعمليه على شكل صح سلطة فواكه أطعي بشكل مرتب بصحون ملونة حط التفاح الأخضر بصحن في البيت بيعطي إنه إشارة وخليه بين إيديهم في متناول إيديهم لحتى يقدروا يوصلوا له أسفل وحتى مش غلط إنها الأم أو الأب بالأمسية يجيبوا هالصحن قطوا الفاكهة ويحطوا يعني مسكوا بالإيد في ناس مشغولين طلاب الجامعة طلاب الولاد الصغار فإنت لما تعطيهم بإيدهم بتشجعوا أكتر إنهم يتناولوها والأطفال اللي صغاري كتير نعملهم إياها ماشد يعني بالمولينكس من عمر 6 أشهر بسهولة بإمكاننا نعملهم كل أنواع الفاكهة بسهولة يعني حديثه بيفتح النفس الستيس مين وأكيد إحنا بنتشكرك على هاي المعلومات الجميلة اللي أخذناها منك وبنتمنى تكون المعلومة ووصلت لكل اللي بيشوفنا وبيسمعنا اليوم نعطيك العافية شكرا للمشاهدة